أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 12 جندي خلال العمليات في قطاع غزة وكانت كتائب القسام أعلنت تنفيذ عمل عسكري مركب ومتزامن بالقرب من مسجد الدعوة شرقي رفح وإشارة القسام في بيانها إلى أنها استهدفت مبنى تحصن فيه جنود إسرائيليون بقذيفة بالتزامن مع استهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة الياسين القسام أضافت أيضا أنها استهدفت مجموعة راجلة من الجنود بجوار الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعتها بين قتيل وجريح في رفح أيضا أعلنت القسام استهدف قوة إسرائيلية بكمين محكم بعد تفجير حقل الغام معد مسبقا داخل موقع ثكنة سعد صايل شرقي المدينة ما أوقع أفرادها بين قتيل وجريح في ثكنة نفسها استهدفت القسام دبابتين إسرائيليتين بقذائف الياسين ودمرت ناقلة جند ما تسبب باحتراقها وفق بيان القسام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر